اشتركوا في القناة تكون بطريقة لا يمكن تعقبها وهي مثل بطاقة green.moneyback او من خلال البيتكوين او وعندنا ايضا العملات الرقمية الاخرى التي من الصعب تعقبها ولتفادي الفدية واضرارها هي ان يقوم المستخدم بتجنب الممارسات الخاطئة وتشغيل برامج مكافحة الفيروسات ومكافحة البرمجيات الضارة والمحافرة على نسخة احتياطية بحيث احتفال على نسخة احتياطية من البيانات التي لديه ومن نظام التشغيل بحيث لو تم تشفير البيانات الخاصة بك عندها لن تكون مضطر الى دفع الفدية لانه لديك نسخة احتياطية فعندها تستطيع ان تقوم بعمل فرمة للجهاز واعادة تنزيل نظام التشغيل والبيانات الاحتياطية وهنا سوف يتم الاستفادة من نقطتين النقطة الاولى وهي انك لن تخسر اموال لدفع الفدية النقطة الثانية وهي انه عند عدم دفع الفدية فهذا يقلل من ارباح المهاجمين لان زيادة ارباحهم هي سوف تشجحهم على مواصلة انشطتهم الاجرامية تشمل اعراض الاصابة بالفدية هي عدم مقدرة المستخدم للوصول الى البيانات او فقدان البيانات مع ظهور نوافذ منبثقة مطالبة بالدفع لفك التشفير عن هذه البيانات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة